وفق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل كما وفق المجلس أيضا نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وقانون فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من المحال والملهي جلسة جديدة لمجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي واصل خلالها مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول أعماله بدأت الجلسة بإحالة مشروعي قانونين بشأن إنشاء نقابة الإنشاد الديني وتعديل قانون التعليم مقدمين من عشر عدد أعضاء المجلس إلى الليان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما تلا ذلك الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وبعض أحكام قانون إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل إضافة إلى مشروع قانون مقدم من عدد من أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون إصدار قانون الضريبة على الدخل نفسد القانون النهاردة يعني بيعدي عدالة ضربية شايفين نهاردة لغاية مليون جنيه بلأتخفض النسبة للضريبة بابدأ أعمل عملية تنشيط لبعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحيث أنها تقدر تقوم الزوف الاقتصادية اللي احنا فيها النهاردة فقانون نهاردة بيمثل على عدالة ضربية إحنا لما بنيجي نبص النهاردة على القوانين وعلى التشريعات إحنا منلاقي إن إحنا أمام قانون مميز بيرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية بيرفع الحد اللي أدنى بالنسبة للضرائب بالنسبة المحدود الدخل وبالعكس بيزود الدرائب من فوق المليون جنيه هذا القانون الحقيقة فيه رفع لحد الإعفاءات الموجودة للمواطن هذا القانون يعتبر مثال للعدالة الاجتماعية هذا القانون يعتبر خطوة لدخول الاقتصاد غير رسمي داخل منظومة ضرائبية بصورة أو بأخرى بتشجيع هذا كذلك وفق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وقانون فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محل الفرجة والملاهي وأحال المجلس خلال الجلسة ثلاث اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية لدراستها وأعداد تقارير بشأنها لعرضها على المجلس بعد تأكيد اللجنة التشريعية عدم وجود أي مخالفة للدستور والقانون بها كما أحال المجلس إلى الحكومة واحدا وثلاثين تقريرا عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها بعد موافقة المجلس عليها وهكذا يواصل مجلس النواب دوره التشريعي الذي يخدم الرؤية التنموية للدولة ويدعم تحقيق حياة كريمة للمواطنين اشتركوا في القناة